موسيقى 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 قوية بيتعمل لها أهل في حساب انت عارف طبعا فرقة يعني ماتشة أهل وزمالك أي حاجة الموضوع بيبقى رشك ازاي يعني كمان الماتش ده تأجل كذا مرة فإحنا عامل يعني دام أسر علينا يعني عمل لنا ضغط برضو يعني عصب ان احنا نخلص يعني الماتش ده فرقة زمالك فرقة كويسة جدا مع محترفتين كويسين الماتش يعني رايح جاي زي ما انت شفت النهاردة يعني اوقات ان احنا نتخلص بسولة اوقات ان هو بيشعب علينا بس 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 تعلمات كابتن حمدو والسكاوتنج اللي احنا عملين عليهم ولعبنا على نقاط ضعفهم والحمدو اللي قدرنا نكشة اه لا مش نواصر باع والله ولا نرفاجها لأي حاجة بس احنا فرقة بنحب لازم نفرق في الاول عشان نرتاح فاحنا لعبنا بوينت بوينت يعني فهو ده الموضوع اللي هو اثر علينا في الاخر بس لكن هو موضوع يعني ماشي نقطة 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 فضع عادي يعني لا لا خالص هو بس ماتشو اهلي والزمالك فاي فرقة انت بتبقى عامل يعني ماتشو ده بيبقى معمل له الف حساب يعني عشان الزمالك يعني لكن اه ادنا الحمدو اللي نكشة بتعلمات كابتن حمد يعني مبارا طبع ما كانتش سهلة فريق الزمالك مدعم باتنين من برا مصري يعني محترفين فالمباراة من الاول ما كانتش سهلة طبعا اه كمان مباراة اهلي وزمالك دايما بيبقى ليها يعني نوع تاني من اللعب فالمباراة من اول ما كانتش سهلة يمكن ان دخلنا الاول خطفناهم بالسيرف ركزنا فيه قوي في تاني جيم هما قدروا يرجعوا تاني للماتش والماتش بعد كده في فضل ماشي يعني محدش عارف مين اللي هيكسب لغاية اخر وقت حمد الله يمكن زي اول يعني انا ما بقى ليش ثلاثة اسابيع نزلة يمكن زي اول مباراة طبعا مباراة مش سهلة وكمان لها ستها وكده فالحمدو اللي انا قدرت يعني الالعب لغاية اخر نقطة والحمدو اللي هبتدي بقى راكز تاني في التمرين بقى وارجع ان شاء الله يعني طبعا هي حاجة مهمة جدا اللي احنا نبقى كان نهاردة كمان مباراة اسلامالك هتفرق معنا جدا فالحمدو اللي احنا كده خرجنا من كل الدور يعني كزمانين كل الفرق ان شاء الله الدور التانية بقى نفس السيستم ان شاء الله والحمدو اللي احنا قدرنا نخلص المتش كده احنا بالنسبة ان احنا طبعا نص الفريق كله كان في المنتخب وطبعا ما باي فرقة ترجع من المنتخب بيبقى الكيرف بتاعنا بيبقى نازل شوية ده غير طبعا اصابات عندنا ناس مهمين جدا مصابين ورس راجعين من اصابة يعني النهاردة يعتبر ان هما بيجيوا مستواهم يعني فكاد حاجة متوقعا المتش هيروح ويجي يعني بس طبعا الحمدو اللي يعني سكتنا في نفسينا يعني وتمرنا الفترة اللي فاتت ده كان فارق معنا بس والحمدو اللي قدرنا نحسوا المتش يعني او راح وجي بس يعني احنا فرق فرقنا يعني الحمدو اللي طبعا كان فيه قلة ان السكور قرب بس هي الفرق بيننا وبينهم ان الخبرة الخبرة طبعا عندنا وان هم برضو عمرهم ما كسبونا قبل كده في الدوري فاتيكة حاجة برضو بالنسبة لنا ان هي بتحافظ لنا وبردو في نفسي وقت بتعمل تنشانة يعني بس قدرنا في الاخر بالهدوء بقى والخبرة وكده قدرنا ان احنا يعني نعوض الجيمة في الجيمة التالت وفي الجيمة الرابع والحمدو اللي يمكننا أن نحسن الموتش أكيد يعتبر أنهم أكوى أكوى أثنين عندهم المحترفين وبذلك هي الأربعات الكبيرة هذه كويسة بس يعني إحنا أحصل طبعا أكيد تعمية الجهاز الفني أهم حقيقة يقولون الهدوء الأهم حقيقة كان الهدوء وكان هناك غلطات تحكمية في الشوت الثاني وفي الثالث هي فرقية معنا بس الحمد لله يمكننا أن نتخطى كل شيء زيودة نحسن الموتش